أريد أن أعرف بدايتها الحقيقية في السنة ما كانت شكلات زي أسو ستاري بعد فيلم محمد فوزي بص هي بنت يعني بعد مرحلة الانطلاق أيها فضلت فترة دبايا خفيف بتغني حلو طول كل الأنوات لكن هم كانوا حطينها في النوع المرح في الجزء المرح واشا كده تلاقي دايما على الخريطة مونير مراد فوزي ومونير مراد ومحمود الشريف دول البدايات فوزي برضي يعمل أغاني خفيفة جميلة يعني كويس ولقيته لقيته لقيته كلها حاجات الخفيفة دي فوزي مونير مراد الشريف اللي هي خدوها في السكة دي شوية دول وكانت مثلا ممكن تلاقي مثلا بتعمل بتغني سلاسي مع اسمعين ياسين وشكوكو ومن بعد شوية عملت صنائية جميلة مع اسمعين ياسين خفت الدم المعهودة واخد بالك كان دايما النظرة بشدي خفة دم وديش أعظيم يعني أنا هي مش نظرة قاصرة لأنه خفيفة دم ده خلص ده أعلى حاجة خفة الدم أعلى حاجة ممكن أعلى موهبة ممكن يديها ربنا الإنسان أن يخليه خفيفة دم فعندها ده كويس؟ بس عندها حاجة تانية كنا كان دايما بياخده ده لغاية مثلا وتمثل عشان تغني ولازم يبقى فيه أغاني والناس تدعى التذكرة عشان تغني أنا رأيك مثلا موقف زي شباب امرأة كويس لشادية شباب امرأة ده بتولد تحيك روك لكن عشان الفيلم يسوق لأنه شادية كانت اسم كبير قوي في التسويق بص عشان نكون صريح معك في الخمسينيات في الأربعات طبعا ليلة مراد طبعا الدين لجمة الأولى أعلى توزيع وأعلى حاجة لغاية دخلنا على منتصف الخمسينيات بدأت اسم فاتن يعلو ويعلو كمان اسم شادية تحكم فيه أسماء كتيرة هند سميرة ولكن ومجدة طبعا لكن اسم شادية بدأ يحتل مكانها فلو قلنا مثلا أنه فاتن بتاخد خمس تلاف وهو الأجر يبدو أن كلمة الأجر يعني أسألك والمسألة لها علاقة بالفلوس أي ولا علاقة ترجمة ترجمة فلو قلنا فاتن بتاخد خمس تلاف يبقى شادية تاخد أربعة بس اللي بعد كده ثلاثات فبعناها أنه فيه فرق في الجماهرية فرق في التوزيع فكانوا محتاجين لشادية سنة أربعة وخمسين شباب المرأة كويس غنت في قونة إوع أيوة ده منير مرات برضو كويس وحاجة تانية غنت غنوتين كويس تعاملوا عشان الفيلم وجابوا شادية عشان فيلم يتعمل عشان فيلم يتسوق وفقط شادية أن الفيلم اسم شباب المرأة والمرأة تحية والرجل شكري سرحان شكري سرحان كويس اللي هو إمام يعني ورغم ذلك قبلت قبلت أنها تقف مع شادية أكتر فنانة أكتر فنانة عملت كم كم من الأفلام ومن الأغاني في تاريخنا كله يمكن صباح عشان برضو التوثيق التاريخي شوية دخلت في السكة دي لكن شادية الكم أكبر والتأثير أعمق مش عايزة أخش في التأثير قوي عشان الصباح بس يعني دي حقيقة وقعية بس يعني طبعا شادية موضوع التمثيل عندها أقوى لكن ده لا يعني أن الصباح مش بصمة عظيمة في الغناء وعملت أفلام مهمة لكن يعني لكن عايزة أقول أنه ككم كم شادية لا تنافس شادية كانت هي المشغل الملحنين ما هو اللي بيحصل إيه المطرب بيختار الملحن والمؤلف طبعا فهي فكتش كانت لها مثلا فتح قورة شعر كبير أو أكتر واحد بتكتب له آه ليه لأنها كانت بتختاره والإنجليز يسيبك منه بسأليش أبدا أبدا عنه ضعيفة جدا ليه ما عرفش غير بس I love you I love you بريماتش كل ده فتحه فايكات مع فاتن حمام آه والدويتو الجميل ده فاتن ومير مرد وهو العمل اللحن الحلو ده بس حالة حالة جميلة جدا وشوف شادية لما تخلي أنه فاتن يعني شادية خلت صوت فاتن يتوافق معها شادية مطربة فاتن بتؤدي لكنها ليست مطربة المطرب الحلو واللي روحه حلوة زي شادية ما يحركش الطرف الآخر اللي بغني دويته لأ ينزل شوية عشان الاتنين يتوافق في الأذن بس فاتن حمامة برضو قررت التجربة والنموذج ده أكتر من مرة مع فوزي مثلا اللي هوك هو ما أقولك مع فوزي محمد فوزي واخد بالك إنما فوزي برضو من نفس من نفس الحكاية فوزي لما يغني مع حد لازم يديله فور ما يغني مع سعين ياسير لازم يدي فرص بص شادية كمان عندها ميزة مهمة جدا إنها غنت مع فريد الأطرش مع كمال حسني يا رب الناس كن فاكراها طبعا طبعا أنت فاكرا أكيد يا رب الناس كن فاكراها كويس لو سلمتك قلبي ودلتك مفتاح و وفوزي عبد الحليم وعبد الحليم قادي أربعة فريد الأطرش ما قلنا فريد كم دلوقتي أربع يمكن ما أغنيتش عبدالوحب عشان كده ما أغنيتش مع الفيلم بس خلت كمال الشنوي غني برد غنى كمال الشنوي طبعا بس بكلم على المطربين أنه هي يعني أكتر مطربة غنت دويتو مع مطربين يعني مثلا صباح اشتركت شرع الحب مع عبد الحليم لكن ما عملوش دويتو بالمناسبة فهي صباح غنت مع فوزي طبعا وغنت مع فريد كويس يعني لكن مش هتلاقيها مثلا عندها كم كبير زي شدي غنت مع الكل وحاتي بولك لما يطلع مطرب جديد زي كمال حسني يقول لها تعالي تيجي تروح